مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران بيان لحركة حماس قال إن هنية قتل إثر غارة إسرائيلي على مقر إقامته في طهران رفقة أحد حراسه الشخصيين بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزيشكيان نقلت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس عن مصادر إيرانية قولها إن اغتيال هنية تم بصاروخ موجه نحو جسده مباشرة نحو الثاني صباح اليوم الأربعاء بقذيفة أطلقت من الجو مضيفة أنه كان يقيم في مقر لقدام المحاربين في شمال طهران بينما قال الزعيم الإيراني علي خامنائه في بيان على موقعه الرسمي أن الانتقام لهنية بات واجبا لكونه كان ضيفا على إيران على حد قوله في حين نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن نائب الرئيس الإيراني قوله إن إيران ليس لديها نية لتصعيد الصراع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أدان اغتيال هنية واعتبره عملا جبانا وتطورا خطيرا على حد تعبيره نقل مراسل الحرة أن إسرائيل تلتزم الصمت إزاء الأنباء الواردة من طهران بشأن عملية الاغتيال وأضاف مراسل الحرة أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أوعز للوزراء بعدم التطرق إلى عملية اغتيال هنية بينما أوردت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع مكث الليلة في مقر قيادة الأركان في تل أبيب دون مزيد من التفاصيل سبق وأدرجت الولايات المتحدة إسماعيل هنية على لائحتها السوداء عام 2018 معتبرة أنه يقوض فرص نجاح عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين